لكن بالمختصر الموفيد أقول لكم أيها الجزائريون حذاري ثم حذاري أن تحول رأسك إلى نفاية توضع فيها النفاية لا تسلم عقلك لأي كان ليس كل من يجلس ويتحدث لك بالصوت والصورة تصدقه أنا شخصيا جاوبتكم على عدة أسئلة لا تصدقوا كلامي خذوه على محمل المعلومة وخدم عقلك عندي أفضل أنك تخدم عقلك ولا تصدقني مباشرة لا تصدقني مباشرة خذ المعلومات وزيد أستمع إلى كثير من المصادر وأخزنها وستأتي إلى أيام التي تثبت لك إما صحيحة أو خاطئة ولكن أنك مباشرة تسلم عقلك لي ستسلم عقلك إلى آخرين وهذا هو الذي يريده دعاة الفوضى لهلك أنك تصير أنت مخدم تتلقى فقط تتلقى وتصدق وتفعل ما تؤمر به من خلال السيطرة عليك عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر هذه المعلومات لذلك أيها الجزائري الفضاء مفتوح وكل الناس تتحدث وكل الناس تدعي أن لديها معلومات وكل الناس تدعي النزاهة وكل الناس تظهر أنها تريد الخير للجزائريين وبذلك ستتشرد بين معلومات متطاحنة إذا لم تكن أنت تختار المصادرك وتختار المعلومة التي تراها نافعة والتي تنفع العباد وتنفع البلاد أما دون ذلك فاحذروا أيها الجزائريين ترجمة نانسي قنقر